طيب ليه ربنا حرم الكبر لأسباب كتير أهمها أن دي صفة من صفات الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار أو أدخلته النار ده أول حاجة تاني حاجة لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى لو كان الكبر متاح وجائز كان هيحصل كراهية عظيمة من الناس كان هيحصل تفضيل أجناس على أجناس ودايما القوي هو اللي حيطاهد ويستعبد الضعيف ودا من الظلم وربنا عز وجل في قمة العدل طيب